في ليلة عصيبة على سكان مدينة حلحول شمال الخليل اقتحم مئات المستوطنين بحراسة مشددة من جنود الاحتلال مسجد النبي يونس حيث أقاموا تقوصا تلمودية فيما اقتحموا مبنى مديرية الأوقاف شمال الخليل ومدرسة وروضة أجيل الأمل التابعة للجنة زكاة حلحول ليلة البارحة تم الاعتداء من قبل المستوطنين على أكثر من محور في البلد على ثلاث محاور كان المحور الرئيس التركيز عليه على مسجد النبي يونس لأنه كان عليه كم من الأعلام دنسوا المسجد فتحوا المسجد بالقوة ودخلوا داخل المسجد نزلوا الأعلام الموجودة عليه العلم الفلسطيني لم يرق للمستوطنين الذين قاموا على إزالته وتحطيم نوافذ المسجد وتدنيسه وإطلاق النار على مآذنه فيما اندلعت مواجهات في المكان نصيب خلالها ثلاثة مواطنين برصاص الحي والعشرات بحالة اختناق طبعا الشباب موجودين هناك تصدت لهم صار عدة إصابات بالمطاط صار إصابات بالاختناق وعولجت فيه نفس الموقع في البلد والحمد لله رب العالمين هناك إصابة بالرصاص الحي موجودة رصاص بالقدم وكان عندهم أكثر محاور حاولوا أن يخترقوا مدى في البلد طبعا كل هذا الاشياء كان تحت حماية الجيش تحت حماية الجيش الإسرائيلي وكان عندهم تصعيد مش طبيعي تصعيد القبف هذا الاقتحام ليس الأول من نوعه الذي ينفذه المستوطنون ضد المساجد وأماكن العبادة والمباني الوقفية وسط هتافات تطالب بقتل الفلسطينية عزمي بنا تلفزيون فلسطين حلحول شمال الخليل